اشتركوا في القناة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولاه ايها الاخوة الكرام هارضا جماعة نتكلم عن موضوع مهم جدا تفسير الدعاء في منام المرأة في المنام يعني ايه المرأة تشوف نفسها ان هي بتدعو اما انها تدعو لشخص او تدعو على شخص قضية الحسبانة وان انا مثلا بقول حسب يا الله ونعمل وكيل في شخص وسواء اذا كان مثلا في حد في المنام انا بدي عليه وهو في الحقيقة تعيبني وفي فرق ما بين انا بدي على شخص وهو ما عمل ليش حاجة كل الكلام ده هزينا تعرف علي اولا رؤية الدعاء في المنام بالنسبة للمرأة المتزوجة بيعكس عدة امور ودي ليها علاقة باحوالها وعلاقتها سواء في محيط اسرتها مع زوجها واولادها او سواء اذا كان مع الناس اللي هي بتتعامل المحيطة بها بتتعامل معهم تفسير حلم قولي مثلا الله يرحمه او رحمه الله هذه الرؤية تدل على واجب تذكر الدعاء للاموات والتصدق عليهم بأن هنا المرأة لما تشوف ان هي بتقول ربنا يرحمه هنا لابد ان هي تتصدق على ميت قريب لها قد توفاه الله وتدعو له فورا هذا تذكير من الله لها بخلاف مثلا ما يكون المرأة مثلا بتدعو وتبكي بغض النظر بقى الله يرحمه او اي لا دعاء عادي بتدعي نفسها وتبكي هذه الرؤية تدل على زوال الخلافات الزوجية وان الحياة الزوجية ستكون في راحة واستقرار باذن الله تبارك وتعال بخلاف ان هي مثلا تكون بتدعو انا بتكلم لمرأة بصفة عامة مطلقة ارمالة عزباء متزوجة حامل اي امرأة لكن انا يعني بتكلم بصغط ان بخاطب المرأة المتزوجة لكن الكلام لكل اللساء بخلاف ان هي مثلا تشوف نفسها ان هي بتدعو امام الكعبة الدعاء امام الكعبة استجابة لدعاء لطالما دعوت الله تبارك وتعالى به ولم يستجيب لك هذه اشارة انه قد يستجيب دعائك في الفترة القادمة وطبعا الدعاء على حسب حاجة كل واحدة فيه اللي بتدعي بالزواج فيه اللي بتدعي بصلاح الحال فيه اللي بتدعي بالحمل الى اخر هذه الامور اما رؤية دعاء المرأة لزوجها مثلا هذه الرؤية تدل على مدى الحب والبشاعر التي تقنها له يعني هي عندها مشاعر وحب وود لزوجها كبيرة جدا ولذلك رأت انها تدعو له طيب الدعاء مع تساقط المطر شفاء من مرض تحقيق امنيات سداد ديون اذا كانت واقعة بالديون تظلونا في اللقاءة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته